شوي شوي نبلش نتعود على أن نقارب بعقل بارد رغم المشاعر الملتهبة سواء بين الذين يرون ما يجري حدثا كبيرا ثوريا وبين من يرونه كارثة طيب خلي نحط شوي المشاعر ونبلش نقرأ الأحداث دائما إلى جدل إلى ديناميكيات إلى تأثيرات خارج عن إرادة أصحابها لا يتحكم بها الذين يبدون أنهم في الصورة أصحاب القرار فما هي هذه الديناميكيات؟ مبارح نحن فحصنا واحدة من الديناميكيات اللي هي الديناميكية الأمريكية الإسرائيلية واستخلصنا وأعود للتأكيد على الاستخلاص أن الأمريكي والإسرائيلي بنظري أنا وهذا مبين يعني مثلا بلشت التباطئ الأمريكي في الحديث عن رفع اسم النصرة أو هي التحرير الشام عن لوائح الإرهاب وأنه بعد بلينكين مبارح يعني صبح سوليفان قال سنة ريث في الموضوع نائبه بعد الظهر لسوليفان قال أنه ماذا سيخضع لمراقبة ومتابعة للأداء وليس للأقوال بالليل بلينكين حسمه يعني قال أنه نحن سنتعامل مع الحكومة الجديدة عندما يكتم المسار مش الحكومة المؤقتة هاي لا أنه بعد دستور وانتخابات وهذا ساعتها معنى الرسالة يعني الذي يريد أن يقرأ بين الصطور أنه إذا أحمد الشرع بيجي رئيس جمهورية فنتعامل معه كرئيس جمهورية لسنا مضطرين من الآن أن يعني نعري منظومتنا الأخلاقية السياسية وتبدو وكأنها تبيع وتشتري أنه معلمنا هذا إرهاب وشو عندكم المعطيات حتى بسرعة بتكون تشيلوا أنتوا انتهازيين أنتوا هذا فشو بدنا بالشغلة يعني خلينا لابدين حتى الأوروبيين واضح أنه مش قادرين يروحوا أبعد من هيك وهذا أنا برأيه له علاقة بالابتزاز هذا ما له علاقة بالأودمة يعني أنه هني والله ما بدهم يتسرعوا لا هني موضوع موضوع البرنامج البرنامج بدهم إطلاق اليد الإسرائيلية والكردية وبهالأمرين الثمن تضل الجزرة على الطاولة أنه منشي لك عن لوائح الإرهاب لا تتحرك يعني ما منشي العقوبات عن دولة سورية اللي هلأ رح تصير هي دولتكم بالتالي بيصير عندها فرص للبناء الاقتصادي بس انتبهوا هؤلاء الأمرين فإذن الأمرين هني واضح بالنسبة لما يجري على الأقل أنه الأمريكي لا يقيم حسابا للرعاية التركية بمقدار حسابه لكون دقيق يقيم لكن لا يقيم حسابا للرعاية التركية خلص أنجزت اللي عليها بمقدار ما يقيم حسابا لأمرين الأول هو إسرائيل ومصالح إسرائيل والثاني هو حماية المنتج الكردي اللي حط عليه مجهود الأمريكي واستثمار ويعتقد بأن أوان القطاف يقترب وقلنا الأمر له علاقة مش بس بيعني الرغبة الإسرائيلية بتقسيم المنطقة وهي مش رغبة هي رؤية استراتيجية للمنطقة التي تشكل أمان لإسرائيل إلى علاقة بالتقرب من إيران يعني بنحدد شو الأولوية الأمريكية بالمنطقة أمان إسرائيل والنفوذ الاستراتيجي الأمريكي هو الثاني بدون تقليم أظافر إيران وإخضاع إيران وإحدى عائدات المعركة على سوريا كانت شو هي بالنسبة لأمريكا؟ هي أنها أضعفت إيران وقوت إسرائيل هذه المقاربة الأمريكية طيب هذه إضعاف إيران ما نكافي هذا ما بيوصل إيران لتقبل التفاوض بسقوف منخفضة وبالتالي قبول الشروط الأمريكية المهينة يعني اللي فيها تخلي عن فلسطين وعن فكرة المقامة وفيها قبول بإضعاف كل برنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي اللي هو الأهم من برنامجها النووي ولو كان الأمر سهلاً لكان تم أصلاً لكن هو أمر بده بده اختلال كبير في ميزان القوى وأنا حكيت مبارح وأنا مقتنع يعني أن هذا الاختلال لا يمكن تحقيقه على طريقة نتنياهو يعني الأمريكي معه حق بأن الحرب الكبرى في المنطقة بوجه إيران الخاسر الأكبر فيها أمريكا وليس إيران يعني ستخرج منها إيران أقوى لأن أمريكا ستكون مضطرة تسعى إلى وقف الحرب سريعاً بسبب التداعيات الكارثية للحرب القواعد الأمريكية ستخرج من الخدمة الأساطير الأمريكية سيدمر الكثير في إيران لكن سيدمر الكثير لأمريكا لصورة أمريكا لهيبة أمريكا ومعه سيشتعل العالم اقتصادياً لأنه موارد الطاقة مفتاحين إلها هرمز وباب المندب وإذا هوليجت 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 إيران إقفالهم هوليجت للا شوية صواريخ يعني وزوارق متفجرة مين بيعود يعبر وأي ناقلات نفط بدها تعبر وعندها سيكون الوضع الطبيعي هو برميل النفط 500 دولار وأوروبا بتشتي بالتلج يعني فالبورصات بتنهار كثير من الأشياء وأنا رأيي أنه أمر محسوم بالإطلاق بالإطلاق عند أمريكا لا حرب مع إيران طيب ما الحل إذن؟ الحل إضعاف إيران من شو العقوبات هذا حدود تأثيرها الإضعاف بده حرب أهلية في إيران حرب أهلية في إيران بده الأكراد الأكراد أغلى من تركيا إذن تركيا منفخرت به يعني هو خسر العلاقة مع إيران لا يكسب أمريكا ما رح يكسب أمريكا ما رح يكسب لأنه ليس مشروع أمريكا هو إسقاط الأسد لبناء دولة سورية جديدة مشروع أمريكا هو إسقاط الأسد للتقرب من إيران لإضعاف إيران للوصول إلى ما هو أكثر إيلاما لإيران هذا ما في أدمو التركيا وبالتالي هاي من زاوية الديناميكية الأمريكية الإسرائيلية رح نشوفها كل يوم أزد يعني أشد استثمارا على البعد الكردي وعلى البعد الإسرائيلي المباشر اللي بده يشكل إحراج هاي الدولة الناشئة أو الدولة الناشئة في سوريا ناشئة بدون من ضحك على حالنا في حضن تركي قطري وهو غير مخفي يعني واللي بده يحمي مشروعه بده يدفع حق الحماية يعني هلأ رح تبلشوا تشوفوا مثلا مقاربات قطرية إيجابية نحو هون وأنه منجي بنعمر بلبنان ومنفتح على إيران ومن راضي سعودية ومنطمن مصر أنه ما في مشروع جاي للأخوان بمصر ومنطمنوا الأردن وإلى آخره يعني لتقدر تأمن وهذا بده سنتين حد أدنى أنت لتأخذ وقت حتى تستطيع أن تبني وبالتالي بهذا الوقت بك تدفع مش بك تأخذ يعني وقت القطاف خلص هلأ قد بيطلع لك هذا أخذوا القطريين والأتراك إسقاط الدولة السورية الإسرائيلي بعد ما اكتفى تدمير المقدرات العسكرية هذا واحد منها التوسع الجغرافي واحد منها لكن بعد في الفي هو دولة درزية في الجنوب ولو مش معلنة بصيغ الدولة ودولة كردية لابد تكون معلنة يعني في الشمال هذا واضح أنا بالنسبة لي يعني يقيني أنه وهذا بده التركي اليوم خسر علاقته بروسيا وإيران هذا أكيد يعني لأنه مبين بكل كل كلام يعني كلام أليكساندر دوغين وكلام المسؤولين الإيرانيين ولكنه لم يربح الاعتماد لأمريكي الإسرائيلي هل استعملوا حققوا المطلوب هالأد بيطلع لك وبالتالي الآن هم يستديرون على الوجهة الأخرى الوجهة الكردية في الاستثمار والإسرائيلية في تحقيق المكاسب هذا بيحرج التركي والقطري شو بيطلع منهم يعني شو فيهم يعملوا بيرجعوا عند الإيراني والروسي مين هيقبلهم مين بعد يوسق فيهم وبالتالي شو بدهم يعملوا بدهم يسددوا فواتير بدهم يسددوا فواتير ليحاولوا يعني يطمنوا ويكسبوا لكن الأمريكي والإسرائيلي مشروعا استراتيجي مش تكتيكي مشروع التقرب من إيران والوصول إلى إيلام إيران هو المشروع الأصلي مش تعالوا نتفق على صيغة سوريا يخي منعمل فدرالية ما بيهمون الفدرالية منعطيهم للأكراد حق اللغة والحكم الذاتي مثل ما كانت الدولة السورية أبلاني مش هذا الموضوع الموضوع الخصوصية الأمنية قوة عسكرية مسلحة يعتدوا بها أقوى من الدولة اللي قامت بالشام وفوق منها خصوصية النبض القومي يعني اللي بدوا يحاكي أكراد المنطقة أنه مش المطلوب ضبضبة أكراد سوريا وأنه علينا دين تجاههم بدنا نزبطهم ووضعهم لا بدنا نحميهم بدنا نسخنهم بدنا نعلي صوتهم بدنا إياهم يشعروا الأكراد بإيران أنه فيه مشروع قومي كبير قادم لا يوصل الصوت على إيران لازم يضج بتركيا ثمن تهديد وحدة تركيا ما عنده مانع الأمريكي والإسرائيلي مين قال أنه بالنسبة له تركيا يعني استعملوا خلاص يعني وبالتالي شو وراي على حروب بدوا إياها عضو بالناتو شو بدوا فيها هو بدوا تركيا استخدم ثق القوتها ومكانتها الجغرافية في سوريا مدحلة مهدت الطريق الجماعة اللي نظمتها تركيا اللي هي ثنائية القاعدة المعدلة هجينيا اللي اسمها هي التحرير الشام بخطاب بدنا التسامح وبدنا المحبة وما بدنا ننتئم من عدى وهذا لا يقدر يبني مؤسسة دولة مع الإخوان المستفيدين من تجربة مصر وأملا بأن تكون يعني هالتجربة المزدوجة جيش وطني مع نصرة يعني الجيش الوطني هني بيسموه جيش الوطني لأنه جماعة تركيا الإخوان يعني إخوان وهلأ الحكومة خير تعبير يعني قاعدة معدلة مع إخوان وبالزمان تذكروا كان نقال هذا الحكي من الأميركيين أنفسهم مش بس من الأتراك أنه نحن الخطر هو داعش وداعش لا تقاتل إلا من ذات الصنف والنصرة اللي بده يقاتل داعش بده ينفتح عن النصرة وجرى تسويق طويل فيها إجاد مستورة أنا أذكر أثناء معركة حلب وأدم مشروع أنه تعونا نعمل حل سياسي بحلب بدل الحرب نسلم المجالس المنتخبة أو المعينة من إبل النصرة إدارة ذاتية يعني بمعنى فيه دائما كان هالنظرية اللي بتقول أنه القاعدة المعدلة خليني يقول هاي يعني القاعدة التي ليس لديها مشروع خارج الحدود السورية وهلا بد من يجنسوا الأجانب اللي معهم يعني يصيروا سوريين الستين ألف هول اللي أوزبك وإيغور وهذا وبصيروا يستخدموا الجواز السوري ليخربوا بالصين ويخربوا بروسيا ويشتغلوا هون ويشتغلوا هون قلنا هذا عجنب هذا موضوع تفصيلي الأساسي الآن إذن أنه الديناميكية التركية القطرية هي الآن خاسر يعني أخذت أرباح هلا بدأت بلش تدفع أثمان هلا بدأت طم من الأردن بدأت طم من السعودية بدأت طم من مصر وبذات الوقت بدأت حاول تقدم لأمريكي والإسرائيلي مزيد من الأثمان مزيد من الأثمان طيب مزيد من الأثمان لكن هذا لن يرضي لأن الثمن المطلوب فوق طاقة تركيا على تقديمه الثمن المطلوب هو إشعال الحماسة الكردية وليس إطفاؤها مش أنه تعون نرديهم لنطفي حماستهم ونعطيهم قصوصية مطلوب التوتر الكردي في أعلى مراتبه ليقدر يشع ليوصل على إيران وينك يا إيران لازم يمروا بالعراق وبالعراق أنا برأيي وقعه مش تدميري وتفجيري على البيئة العراقية لأنه بالعراق عندهم خصوصيتهم يعني هم يعني ولاية منفصلة وعندها اقتصادها وعندها جيشها وعندها فمطلوب بسوريا يكونوا هيك مطلوب بتركيا يكونوا هيك مطلوب بإيران يكونوا هيك حتى لو ما أعلنوا دولة موحدة بس يصيروا كيانات مسلحة قوية قادرة في قلب دولهم هذا ما فيهم يحملوا الأتراك وهذا بده إذن الديناميكية الأمريكية الإسرائيلية ستتصادم مع الديناميكية التركية القطرية وستلجمها بلعبة موازين القوى تركي بيشتغل عند الأمريكي والقطري مش هو المعلم يعني إذن أي ديناميكيات الآن علينا أن نراقب أنا برأيي أنه في القاعدة الأصلية مثل أحرار الشام وغيرها وداعش طيب هو اللي مشيوا مع النصرة وتركية بالمشروع بس عندهم فهمهم وثقافتهم وأسلوبهم وعقيدتهم وسيواصلون الحرب هو بالنسبة لأن الحرب ما خلصت لذلك لتبني أنت مشروع الدولة بالطريقة اللي عم يحكيها الجولاني بدك تطمن وبدك تضبط الأمن وبدك توقف القتل والاغتيالات والتصفيات والجزيرة والعربية ما بيجيبوا لأنه ممنوع يجيبوا يعني لكن الناس اللي عايشي بالواقع السوري بتعرف يعني أنه مئات مش بس عشرات يعني والعلماء يطاردهم الموساد رصاصتين بالرأس في بيوتهم فبالتالي إذن في وضع أمني بدون يفرضوه جماعة داعش والقاعدة الأصلية الأخوان والقاعدة المهجنة أو المعدلة النصرة يعني بنسختها الجولانية بدت حاول تقدم صورة أنه نحن جماعة يعني حبايب وكيوت وما نويين الأذى بحده بس هذا ما رح يكون هو المشهد الوحيد حده شفنا مبارح فيديوهات وخطابات وهذا لجماعة أحرار الشام شفنا دوريات وسيارات لداعش بقلب اللادئية وبقلب الشام وما بقى فيه يعني مش أنه داعش بالبادية لا داعش منتشري وعم متبشر يعني أنه المعارك لم تنتهي فهذا مسار بده يربك مشروع اللي بده تركيا تقدم الدولة اللطيفة الدولة الجميلة الدولة القادرة على استيعاب الجميع وعلى تأمين أمن الجميع هذا متخيل لكن هذا واقعيا ما رح يتحقق وبالتالي هذا سيؤدي مع اتهامات الجولاني بأنه ينفرد بالسلطة هو والإخوان وما متاركين محل حدا ونحن اللي ضحينا ونحن اللي قدمنا مبارح واحد من قادة الجماعات بقول بدنا ناخد شهدائنا منشيلهم من الأرض وناخدهم معنا يعني أنه ما بقى بدنا نروح نحن على الحسكة والقامشلي والرقة فسينشأ أيضا بسبب التنافس على السلطة ورغم كل محاولات الضبط التركية أمنيا والقطرية ماليا بالإغراءات وبالهدأ ما في إمكانية الناس هذا نهاية المشروع اللي هو الوصول للسلطة مش أنه والله هاي بالطريق زعلانين من بعضنا يعني والتجارب اللي صارت بإدلب بالاشتباكات اللي دارت بين القوى كمان في دمه وفي تاراته وفي مشاكل فإذا في ديناميكية لها علاقة بتطلعات الجماعات المسلحة الأخرى نحو مزيد من الدماء بصورة يعني تأكل من رصيد النموذج الذي يريد الأتراك تقديمه وفي التنافس على السلطة اللي ما بيعود في إمكانية اللي ضبطه طالما أنك وصلت الآن بنتشكل حكومة طيب في منها هاي تلاتة شهر بيمشي الحال الحكومة التي ستليها مين بده يتمثل فيها وبأي توازنات وهل يستطيع الأتراك أن يتخلوا فيها يعني لي مثل 37 فصيل بقلب وأنه من حصة النصرة ومن حصة الأكواني رادوا البائين وأي طرف عنده إمكانية أن يحدث جلبة أمنية إذا ما بتراضي بده يعمل شو عنده وسيلة للإحتجاج أو لشغل البال أو لضغط الجلبة الأمنية فبالتالي والمزايدة أمنيا يمكن يروح يزايد أمنيا بأنه يقول لك أنتو خونا بعتوا الطوفان وغزة ويروح يفتح النار على إسرائيل شو بتعمل معه يعني في كثير من الأشياء التي لا يستطيعون ضبطها وهاي بد تأدي إلى اهتزازات هذا مسار تاني الديناميكية الثالثة اللي أنا برأيي أنه لن يكون من يعني أنا لما حكيت عن العراق وعن الأردن وعن لبنان البعض اعتقد أن ما أقصده ديناميكية الحركة نفسها بغزو نحو لا عشان هيك أنا قلت أنه ما بفيد نشر الجيوش على الحدود إلا لأمر تقني يعني تسلل يعني محاولة تمادي لكن مش وجهة التصادم الأثر هو في استنهاد نفسي وعاطفي وأمني لمجموعات موجودة في المجتمعات يعني بلبنان في مجموعات بالعراق في مجموعات بالأردن في مجموعات ستستوحي من هذا الذي جرى وتقول أنه ولاش نحن لا وهذا يعمل تداعيات بقلب هات ثلاث بلاد بلبنان واضح أنه محدود يعني في بعض الأحداث الأمنية صارت بعمجد العنجر بطرابلوس بهذا بس بعتقد أنه يعني قدرة السيطرة على الموقف هذا بالعراق أعتقد نعم أنه بين الحشد وبين الجيش وبين الروح السياسية الانفتاحية على المكونات الأخرى طائفيا ومذهبيا ما بعتقد بعد تجربة الداعش والقاعدة كمان سنة العراق اختبروا المخاطرة بالمسارعة للتفاعل الإيجابي مع أي متحول إقليمي مذهبي ولقوا مؤذي ومؤلم ومضر بينما الحفاظ على الحوار الوطني الداخلي والنسيج الوطني الداخلي مرابحوا أكثر ومخاسروا أقل الأردن هو المكان حقيقة لأنه هذا النموذج الأخواني القاعد المعدل بيشبه النموذج الإسلامي في الأردن ما ننسى أنه أصل مشروع القاعدة في العراق طلع من الأردن يعني أبو مصعب الزرقاوي وما ننسى أنه الثقة للأخواني في الأردن حقيقي وهلأ موجود في الانتخابات بنتائج الانتخابات البرلمانية فالأردن رح يكون هو المكان الأكثر ترشيحا خاصة أنه بمشروع هذه الجماعات حتى بالرؤية التركية الوصول لمصر بدل الأردن مش العراق بالعراق الأكراد رح يكونوا مهمين في المشروع الأمريكي الإسرائيلي الأردن سيكون مهما في المشروع التركي القطري وصولا إلى مصر وأخوان مصر يعني ناطرين تعلموا من التجربة شو حدود اللي تعلموه لأنه التحدي الأصلي اللي رح يضل عند الجميع هو التحدي الإسرائيلي ما فيهم يقولوا انطروا علينا لنبني دولة ما جربوا الأخوان يعملوا هذا الشيء بالمرحلة الأولى التي تسلموا الحكم فيها كانت النتيجة كارثية هار النظام وأنا رأي واحد من العبر على كل حال اللي يعني يمكن ما كان ممكن تنبؤ بها بس أنه اليوم سوريا دمرت مقدراتها العسكرية كان أشرف ألف مرة لو اشتخدمت هذه المقدرات في يعني جبهة إسناد ويسقط النظام وهذا ما هي سقط يعني بس يسقط هو عن بيقاتل يسقط هو عن بيقاتل إسرائيل وما في دعم رأي عام داخلي مساند وبدنوا يقوموا ثلاثة رباعة هلأ حزب البعث عم يخاطب بلغة حوارية وهذا منطقي مش عملومون أنا أنه بالآخر المجتمعات لا تغادر أرضها فبدأت تتأكلم مع المعطيات الجديدة فبالتالي كل خسارة كانت هيينة على كل حال هذا ما بفيد الآن إلا من باب إذا حدا بده يتنمر يعني وانا لا يعني لا يشرفني أن أكون من الذين يعني يتنمرون على حليف خسر معركة إذا نحن عم نحكي على محور مقاومة ولتنبارح وحكي تنبارح على كل اللي عم بيحاول يقولوا أنه الروسي موقف منيح وإيران موقف منيح التخاذل هذا الحكي يعني معيب حقيقة على كل حال فإذا هذه هي الديناميكيات التي نراها قادمة والمعيار الأساسي رح يبقى للتركي للقطري للحكم الجديد لتداعياته في الأردن لتداعياته وفي مصر الإجابة عن سؤال ماذا عن إسرائيل طيب مبارح الجولاني عم بيقول أنه الشعب تعبان ونحن ما بنحمل حروب أخرى أنا بيقول نعم هذا هو الواقع الذي سيحكم أداء الحكم الجديد لن يكون قادرا لأسباب سياسية مش بس للتعب على يمكن بسبب التعب ما في روع العراق ما في يجي على لبنان ما في يعني الانضباط بالحدود السورية يفوق هذه الاندفاعة بالمعنى الفيزيائي أنه أنت لما بينطلق الصاروخ عنده قوة دفع أي حركة سياسية أي حركة عسكرية أي حركة اجتماعية عنده قوة اندفاع ونحن أنا بتذكر بالنقاش اللي عملناه مرات عديدة بإطلالات سابقة حول موضوع الحرب الإسرائيلية لكننا عم نقيس قوة الاندفاع الإسرائيلية هل وصلت إلى المكان اللي بدأ يتآكل وحطينا معايير علمية لقياس الاندفاع الأولى مثلا بغزة خلال أسبوعين أخذ شمال غزة اللي هو أكتر من نص مساحتها وبعدين صار كل محل بده ست أسابيع وشهرين وثلاثة واربعة رفح لحالة أخذت منه ثلاثة شهر وبالتالي هذا المقصود بأنه تراجع قوة الدفع هاي قوة الآن الانفلاش على مساحبة من حلب إلى دمشق يفوق طاقة التشكيلة التي قادت العملية برغم كل الدعم التركي والدعم القطري والهدى وبالتالي هي مش قادرة تكمل حتى على الأكراد مش قادرة تكمل بده يفوت التركي بالمباشر يفوت التركي بالمباشر مع أنت بده يتصادم مع الأمريكي بالمباشر هو بيحمل هذا الشيء ما بيحمله لا يجرؤ عليه أصلا يعني لذلك أنا رأيي أنه هذا هو المشهد فيما يتعلق بديناميكيات محيطة بالوضع في سوريا ترجمة نانسي قنقر